إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النر وبعد يا عباد الله أمرٌ لابد نحن قادمون عليه وإليه أمرٌ نقل الملوك من التنعم بالطعام والشراب في القصور إلى التمرُّغ بالوحذ والتراب في القبر أمرٌ سنذوقه جميعا كل نفسٍ ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون إنه الموت الذي يكفي واعظًا للناس وكفى به واعظًا الموت الذي يقضي على الآمال والأحلام الموت الذي ينهي ما خطط له الإنسان في هذه الدنيا الفانية الموت الذي جعله الله سبحانه وتعالى نهايةً لكل إنسانٍ في الدنيا وبدايةً وبدايةً للآخرة فمن مات قامت قيامته الصغرة وسيذهب إلى سيذهب إلى ربٍ ويرجع إلى ربٍ عادلٍ سبحانه وتعالى سيسأله أولًا سيسأل في قبره ثم سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين وأنا ذاك لا خلة ولا شفاعة ولا أحد ينفع لا مال ولا بنون لا زوجة ولا أولاد لا زوج ولا أب ولا أم ولا صديق إنما إنما الذي ينفع هو من أتى الله بقلبٍ سليم الذي عامل لما بعد الموت الموت يا عباد الله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيبٌ عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفسٍ معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلةٍ من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد نعم يا عباد الله إن للموت لسكرات كان النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في مرض موته يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى إن للموت لسكرات وسكرات الموت أمرٌ عظيم سيأتي على المؤمن والله سبحانه وتعالى إذا ابتلى عبده إذا ابتلى عبده في هذه الدنيا إنما هو ليخرج إلى ربه صافياً من ذنوبه فإذا كان عنده من الذنوب بعد غلَّض عليه في سكرات الموت وكانت سكرات الموت شديدة كانت سكرات الموت شديدة حتى إذا مات وإذا قُبِض إلى باريه خرج صافياً خرج صافياً من الذنوب والمعاصي فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المؤمنين من الذين إذا قُبِضت أرواحهم على بها الملائكة إلى السماء السابعة وليس والعياذ بالله من الذين إذا قُبِضت أرواحهم ما فُدِحت لهم أبواب السماء حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربّي ارجعون لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت كلا كلا إنها كلمةٌ هو قائلها ومن ورائهم برزخٌ إلى يوم يُبعثون الموت سيأتي علينا يا عباد الله وكفى بالموت وعظى ومن اتعظ بالموت فهو الذكي فهو الحاذق ألا يا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبِّ الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب أما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم أما ناد بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحطاط وتهتم نعم يا عباد الله وصدق من قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا معناها لا تنسى كفنك يا عبد الله فنصيبنا من الدنيا كفن نصيبنا من الدنيا كفن وكل شيء نتركه يذهب لورثتنا إنما عملنا ومالنا هو ما قدمناه في هذه الدنيا أبو ذر عليه فقال لها ما يبكيكي ما يبكيكي قالت وكيف لا أبكي وأنت تموت بأرض فلا وليس معنا ثوب يسعك كفن أبو ذر صحابي من أفضل الصحابة رضوان الله عليه يموت بأرض فلا ما عندهم كفن تفكر يا عبد الله ما عندهم كفن يكفنوه فيه فقال لها لا تبكي وأبشري أبشري هو يموت ويقول لها لا تبكي وإنما أبشري فقد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يقول لنفر أنا منهم ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين وليس من أولئك النفر إلا أحد ومات في قرية وجمعة وأنا الذي أموت في فلا والله ما كذبت ولا كذبت فانظري فانظري الطريق انظري إلى الطريق قالت قالت أن وقد ذهب الحاج وتقطعت الطريق أي ما في أحد ما في أحد فقال انظري فإذا فإذا برجال فإذا برجال وicket فإذا